بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغزالة ديالي اليوم دامن سلسلة حلوية العيد جيتكم بواحد تشكيلة اللي راقية رائعة اللي ديدة بزف وقد تحمر لوجه بكل ما في الكلمة من معنا نتمنى تجربوا هاتتشكيلة هادي وترضو عليها في التعليقات فنتمنى تشوفوا الفيديو الآخر لأنها كل حلوة أروع من الأخرى فبقوا معايا الآخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير والفيديو كل أسرار ديال ناجح كل حلوة على حدة بقوا معايا ما تمشيو فين واتنسوش لايك تعليق والبارتاج مع الأهل والأحباب وفمواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة وعواش لكم بروكة مرة أخرى وإن شاء الله أول حلوة غادي نبدو بها هي حلوة ديالهلاليات الرائعة جدا بقوا معايا ما تمشيو فين بسم الله عندي هنا مية وخمسة وعشرين جرام ديال السبدة لينا يعني بحرارات المطبخ نصف كاس ديال السيد نباتية نصف كاس ديال السكر غلاسي أنا قدرت قل من نص انتم ديروا نصف كاس ديال السكر غلاسي ممكن تخلي فيه أنا مهم خليت فيه شوية مهر مش هكك شوية عندي هنا نصف كيس ديال الخمارة يعني 4 غرام وواحد الكيس ديال السكر غلاسي 8 غرام وعندي علبة ديال ياغورت بنكهة الفانيلا ورشيشة ديال الملح ضروري اللي تصحيح الده بطريقة بسم الله في واحد الإناء هنحط الزبدة ديالي ضفت عليها سكر غلاسي خلط شوية حتى دخلته في ذيك الزبدة وضفت الزيت كذلك وغنحاول نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضها حتى نحصل على واحد الخالط كريمة ضروري ما نخلطه الزيت ما يبقاش يبال لنا معزول خاصنا ندخلوه هاديك الزبدة والسكر ومع السكر اللي بنات ره در ضفت السكر فانيلا يعني كتخلطه في ذيك الكاس صافي اخواتي ضفت هنا الياغورت وكننحرك مزيان العناصر مع بعض ونسيت الملحة خسنين ديالها في الأول ولكي ما عليش تدابا ماداش الوقت در ترشيشة ديال الملح وكننخلط العناصر مزيان غير تخلط ليها ونضيف كوكا اللي حمرته وطحنته ما تخليوهش خضره البنات ضروري ما يكون محمر ونخلط العناصر مع بعض مزيان حتى تمتازج ومن بعد غدي نبدا نضيف في دقيق شوية بشوية ما تدروش البنات ما تكتروش دقيق غير شوية بشوية بشوية باش ما تتقصحوش العجينة البنات حبسوه هنا وديروا لايك ورجعوا كملوا الفيديو ومنينتساليوه ما تنسوش تعليق شكرا لكم هنا اخواتي زيت الخمارة ربعة غرام وكملت الخلطة حتى تحصلت على هاد العجين هاته بهذا القوام هذا رطيتها بشوية ماشي قصحة هي رهار طبا وما تخليوهاش خفيفة باش تساعدكم في الخدمة شكرا لكم اجراء العجين يعني بسهولة فوق طاولات العمل ديالي رشيد شوية ديالتقيق ونحاول نسلح العجين غير بيدي كيف لا يمكن تقوم بها الخطوة باستخدام ورق الطبخ سوف نقوم باستخدام ورق الطبخ 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 نقوم باستخدام لبأسنا اختيار الوحيدات خفيفة نكمل خفيفة نحن نتعالي لحفيفة جميع الوحيدية كوكا مواقع ليس للمكسرة يعني تحضر المكسرة الأول أضع سأضع اكتر نضع الطاوة في الوسط و نضعها من الفق و نضعها من الفق و نضعها من الفق هنا كيف تشوفوا الجزء الأول الذي كنت أرشيته في الوز إفليه وهو ما زال عفوان سخون نحاول نضع العسل لغي يخطوط رقيقة كيف تشوفه و نرد الفران و هو ما زال سخون 1-4 دقائق و نخرجه لما كاملاش و غير خطوط رقيقة لا تكتروش و لا تدهنوش بالشيطة حيث يبدأ يطلع عليكم في الشيطة بالنسبة للجزء هذا اللي ما درتش له اللوز خليته برد مزيان ضروري البنات ما يبرد مزيان حتى يبرد تماما يبدو سكر غلاسي في واحد المصفات اللي تكون رقيقة لا تكون شاية البنات يستحسن لا تكون شغلة هذا يكون العوينة دي لها رقاق بسف و كامير الش هكذا من الفوق كيف تشوفه حتى تغطي الحلوة دي لها كاملة لا تخافوش البنات هو أصلا سكر مكانش كثير في الحلوة واللي معندهم ش مع السكر ممكن يديروا قعغي واحد جوج مع الق في العجين جوج مع القذي سكر غلاسي سوف اخواتي بعد مسالي تتزيل كيكون هادا هو شكيل ديال الحلوة ديالي صراحة البنات ابغيتكم تجربوا هاد الحلوة بسيطة في المكونات ديالها واقتصادية والديدة بساف وتشكيلها كي يجراقي وكي يحمر الوجه ماشي ضروري يعني نخسر واحد مبلغ كبير على باش ندلوا الحلوة او لندلوا شي حاجة بريستيجو هاي يعني عادة باش نقول رح ندلنا الحلوة لا فانا الصراحة من الناس اللي كيف دلو الحلوة ديال زمن الجميل ودوازتها العادي كالقافي واحد البنات بوحدها كنتمنى انكم تجربوها ووصلوا هاد الفيديو الاكبر عدد من اللايكات شكرا لكم ولا يجازيكم بخير وعندي للاشارة فقط تزين كي يبقى اختياري ممكن ما تدلوا لا لوز لسكر تغطسوا الهلاليات اه مثلا تاخدوا الهلال وتغطسوا نصف الشوكولات اسود والنصف الابيض او تغطسوا في الاسود وتخططوا بالبيض او تغطسوا في الشوكولات وترشوا بالمكسرات لكم الاختيار ولكم كامل الحرية وكامل الابداع بسم الله بالنسبة للمقادير عندي ربعة ديال لكوك يكون ميت دم اذاك لكوك الرقيق ربعة ديال اسميدة رقيقة ديال الحرشة واللي كان يروبها الحرشة وبغرير ساشي ديال الفاني معلقة كبيرة ديال مرتز الحامض لي ما عندوش ايدير القشرة ديال الحامض خمارة 8 جرام او باكين بودر مفئة 8 جرام معلقة صغيرة ديال الزبدة معلقة كبيرة ديال مربل ميش ميش ثلاث بيضات كأس ديال السكر وكأس ديال الزيت لما يبغيش الحلاوة ممكن يدير غير كأس العرب ديال السكر بسم الله اخديت واحد الاناء خويت فيه البيض الفاني او سكر فانيليا رشة ملح سكر حبيبات وكأس من الزيت اخذ الخلاط الكهربائي الميكسر ونحاول نخلط هذه العناصر مزيان هذه الخطوة مهمة بزافة البنات ممكن ديواغي بيديكم ولكن نفضل ان الميكسر او في الخلاط الكهربائي احسن نخلط هذه العناصر حتى يدو بالسكر هنا كنضيف المربا والزبدة ومرقز الحامض اللي ممكن تعودوه بقشرة الحامض ونكمل الخفق ديالي مزيان مزيان شتور البنات او الخاليط كرامي وديك السكر اختفى بصفة نهائية يعني ذاب مع العناصر الأخرى هذه الخطوة مهمة لنجاح الوصفة كنتمنى البنات تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تستبدو من جميع النصائح وتنجح معاكم ان شاء الله حيث بزاف ديال البنات اللي تلبوها اللي على الانستغرام وما كنت تتتقش معاهم وبعاوصفة اللي ناشحة انا هادي هي الوصفة المعتمادة عندي من كتر من عشر سنوات هنا اخواتي خويت ديك الخاليط ديالي في القسرية اللي تحنتم سيان ضفت عليه ميتين وخمسين جرام ديال الكوك يكون رقيق ويكون نوعية جيدة يكون انا كن اكد يكون ميت دم صراحة هنا هنا في هولندا مكلقة شي نوعية ممتازة صراحة يعني كيكون غالبا كيكون ناشف شوية من بعد اخواتي ضفت شوية ديال السميدة يعني انا عبرت ميتين وخمسين جرام ولكن في الاخر هنقول لكم شحال وضفت معها باكين بودر من فئة 8 جرام وكن خلط شوية بشوية سميدة ما كان ضيفوها شدفعة واحدة الكوك كنحطوه في مرة واحدة ولكن سميدة شوية بشوية حيث كيين نوعية ديال السميد اللي كتشرب كيف كتشوفو ها انا كان ضيف غير شوية بشوية وكندلك مزيان العناصر هنا بلية الخاليط مازال خفيف بزاف زدت واحد الكمية ديال السميد ورجعت مرة اخرى كندلك كمية ديال السميدة دفتها يعني ميتين وخمسين جرام دخلات لي كلها ونشوفو واشغة تكفعني ولا لا هنا فاش بقيت كانت لك العجين البنات زدت جوج معالق كبار ديال السميدة جوج معالق كبار تقدرو تصلو حتى 3 تيلة كانت سميدة ديال كم ما كتشربش سافركم شتو القوام ديال العجين هنا عندي اسقار غلاسي وعندي شوية ديال الماء خديد الطاوة ديالي فرشتها بورق طبخ او بابي كويسون كناخد كويرات من خالط ديال الغريبة بعد مذهنتي تدي بالقليل من الماء كناخد كويرات مهم الحجم كيبقى اختياري مهم الحجم يكون مناسب ولكن غريبة ما كتبريش تكون صغيرة الصراحة هكدا اخواتي كنستمر كندهني تدي في شوية ديال الماء وكنشكل كويرات من الخالط والكويرات تقدرو البنات تستعملوا الميزان انا اخذت القياس غي بيدي يعني عيني ميزاني صافي غير كتديرو اللولة التانية كتاخدوا القياس يعني ديال الغريبة غي فيديكو اخواتي هنا كيف كتشوفو كنحاول ننفن بغريبة ديالي مزيان في سكار سقيل وخلاص اللي في المغرب كين سكار غلاسي سبيسيال نحن هنا يعني نوعية عادية يعني اللي انتوفر له سكار غلاسي سبيسيال من اللي احسن يديرو صافي اخواتي كنحاول كيف تشتو بحركة دائرية ننفن الغريبة ديالي في سكار سقيل او سكار غلاسي وفي نفس الوقت راني ما كنضغطش يعني كنخليها هكك عالية وليشتها تعوجت لي شوية ولا كنحاول نقدر وخاتشوفو الخليط شوية خفيف ما تخافوش منو هنا اخواتي ستفت الوحدات ديالي في اللطا وخديت صبع الإبهام وكنحاول ندير ضغطة خفيفة في الوسط كتعطيهم منظر زوين وكتساعد على التشقق والمنظر كيجي فيهم زيون صافي اخواتي هنا فش عمرت الطاوة ديالي دخلت هالفران على مية وسبعين درجة النار من الفوق ومن التحت تشقق انتو ما كنتشوفو ما شاء الله تشققت كلها وديك ساعة كتراقبو الطيب ديالها إذا كانت ما زل ما تحمرتش من تحت غط تهبطوها شوية لتحت يعني تقربوها الجيهة لتحتانية باش تكملت حمار ديالها من التحت اهم حاجة في اللول فش تدخلوها العافية خصها تكون من الفوق باش تشقق لكم ولكن ما كان قصدش قريبة بزاف الفوق راكم شتوق ركز على الصورة للفرن باش نجح معاكم الوصفة تطلع معاكم ناجحة وخصوصا المبتدئات إن شاء الله هنا أخواتي بعدما خرجت غريبة ديالي من الفرن شو كيف كتجي كلها مشقق ما شاء الله نصيحة لبنات ما تهزوهاش ديك الساعة من لاطا لا خرجتوا لاطا خليوها تبرد على خطر خطرها حيث هي خفيفة وشيشة بسافو بديك لمع القادية الزبدة كتكون كدوب في الفرن يعني خليوها تبرد تاخد راحتها تبرد وعادهزوها وهذا هو الشكل في النهاية ديالغريبة ديالي يعني شي حاجة لبنات أكتر 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 مرائعة كنتمنىكم تجربوها أنا عطيت هنا غين نصف المقادير ماددش المقادير كلها قد تحط كيمية كتيرة ما شاء الله كنتمنى تجربوها وتردو عليها في التعاليق أنا أخواتي غنحاو نقسم معاكم واحدة باش تشوفوها شح المعلكة وارطبها كدوبة البنات كدوب يعني ما تندموش على هاد الوصفة غي تبعو نصائح يعني حرف بهار وان شاء الله غتستق معاكم كحلوة دياليوم هي حلوة ديال الشهدة غادي نحتاج لها ان شاء الله ما بين 750 جرام حتى 800 جرام ديالدقيق ومهم وكيبقى حسب الخريط وحسب النوعية ديالدقيق كاسونس ديالسكار غلاسي أنا هنا كيف كتشوفو مخلطة سكار غلاسي معا سكار سنيده اللي رقيق بسف ولكن اللي بغاها الشيشة يدير كاسونس ديالسكار غلاسي ما يديرش سنيده الشيشة ديال المالح اللي تصحيح الضوغ 100 جرام ديال الكوك اللي محمر قوم طحون رابعة ديال السبدة او ما يعادي الميتين وخمسين جرام ديال السبدة ارتباء بحرارة المطبخ معلقة صغيرة ديال الخمالات الحلوة او باكين بودر كاس ديال سيت جوج بيضات ساشي ديال الفانيلا وعندي جوج اكياس ديال الفلان بنوك هاك الكاراميل ومعلقة كبيرة ديال زبدة ديال الكوكاو سافي اخواتي هدو هما المقادير اللي غنستعملو بالنسبة لطريقة اخواتي غنخدم الزبدة مزيان مع سكار غلاسي الملح والفاني حتى نحصل على خليط كريمي من بعد غنضيف ديك الكاس ديال الزيت وندخله في الزبدة تيولي اندي خليط كريمي كذلك ثم البيض ومخلط مزيان من بعد غنضيف الكوكم حمر ومطحون مع جوز ساشيات ديال الفلان غنغرب له باش ميكونش فيه كوائرات واخيرا غنضيف شوية بشوية ما نضيفهش دفعة واحدة حتى نشوفو كيميا اللي غتدخل العجينة اخواتي غنحصل على واحد العجين لي وارطب ماشي قاسح وماشي كيتلسق في الليب هدا هو المقطع اللي كان ناقص فهو واضح يعني العجينة هنتو ما كتشوفو فتني كيف دائرة خلطو العناصر حتى تحصلو على عجينة اللي ارتطب ماشي قاسح يعني ماشي خفيفة وماشي قاسحة يعني القوام ديال دوزاتي بعيد غنغطيها اخواتي بلاستيك باش ما تنشفش ليا كيف كتشوفو هنا في القسعة ديالي وغنبدأ ناخد منها كوائرات اول شكي لهو هذا ديال الشهده كان اخد كوائرات في واحد القياس اللي مناسب ماشي كبير وماشي صغير على حسب المرشم او المطبع اللي غن وجهاتي أطلب واحد العدد ديال الكوائرات دوزوهن فلقو هكا بشيعها عجين وسأتمنى الرفكرة بتكون أوصلة انا اخواتي بعد ما عمرت الطاوة ديالي يعني وساليت الكيمياء ديال العجين انا قسمتها على جوش واحد الجوز اغن ديرو هكا وجوز الاخر بالطابع الاخر ان شاء الله خديت الطابع ديال الشهداء كين هذا دائري وكين واحد اخر كنتشترك المغرب تهو بيضوي يعني هو نفسه يعني ديال الشهداء حتى هو مهمتو ماستعملو الطابع اللي يعجبكم كنضغطو على الحلوة ديالنا مزيان باش كيبان في هادوك سنينتها تدير الشهداء وغادي ندخلها الفران مشعول من الفق والتحت الى 180 درجة اه الطاوة حكتها في الوسط حتى يتحمر الوين ديالها وتذهب متفوتوش فيها الطيب الزفع وتاني ما تخليوهاش خضراء اهنا اخواتي اغن دوز معكم للشكل التاني اهنا كنحاول نشكل اه صبعات في هذا الحجم هذا وغادي ندوز كذلك في الوجه ديالها في الكوك وانا نستفى في طاوة نفس الشي اخواتي اه اشكلوا واحد الكيمية من الصباعات يعني متران عشرة وحطوهم في طباسل ديالكم قدامكم في الكوك وعاد بدو تشكلوهم في طاوة عاد بدو تحطوهم في طاوة يعني وتشكلوهم بالمرشم باش مايتنهكا مايتوسخش ليكم العجين كل مرة تحشيو يديكم في الكوك وترطر العجين يعني ما تخدموش حبا حبك والحبا بوحد هلا انا هنا غي باش تكون الصورة وواضحة ومن بعد رغي نكمل الخدمة ديالي بطريقة ديالي يعني نخدم العدد من الحبات وعاد نرجع ننكور في الكوك يعني ننفند عفوا في الكوك وعاد نحط في طاوة هنا عدة وحده باش تشوفو وتكون واضحة الفكرة صفي هنا هندخل هالفران بحال الشكل الاول تحمر لي ونطلعها من الفران وتطاوة في الوسط العافية من الفقو من تحت مئة وثمانين دراجات تحمر لي الحليوة ديالي ونخرجها بها تشكل كيف كتشوفو ما محمراش بزف وفنفس الوقت ماشي بيدا نفس شيء بالنسبة لشكل تاني شوفو وقدشي ديك الحفيرة بينها في الوسط ويلاخفتو ديك الحفيرة تنفخ ليكمولا ديرو غير بعه غرام ديال الخمارة انا در تمنيه ولكن هنتم كتشوف الحفيرة هي واضحة او ممكن تدرو فيها تقيبة بالشوكة في الوسط قبل ما تدخلوها للفرد صفي اخواتي هنا بالنسبة لتزين بديت بها الشكل هذا دوبت واحد الكيمياء دير الشوكة اسود وقدرتو في مرغير ديك تقيبة في الوسط كيف كتشوفو ممكن تدرو هاد المرحلة بالميعقة ولكن كتتوسخ يعني في نيسيون غيجي من هكا تقس لكل الخطوط كيبقيا بطمنها مالشوكو وتهبط لك في الجناب وممكن تخويل كمية كتيرا يتحكم في كمية الشكلات ويقوم تحترق الحليوة الاختيار وفي حالة الاختيار سوف تتحذر داعي وعند اختيار نغطس جزء من الشوكولات ونحركها حتى نفض الفائد ونسحها خفيفة نسحها في الجنب سلافة نتمنى طريقة تكون واضعة وهذا الشكل الثاني يجي تهوة مزيون وراقي ممكن ترشوه بحبيبة الشكلات ممكن تديرو نقاط دي الشكلات أبيض وتدوزو فسطها يعطيكم شكل قليب مهم تزين كيبقى لكم ممكن تخليوها حكاك اللي عجبكم انتوما تديروه نتمنى الحليوة دي اليوم تكون نالت استحسنكم تكون واضحة الفكرة نتمنى تجربوها في حلويات العيد دي لكم خصوصا انها سهلة واقتصادية وكتجي بنينها وكتحط كمية وافيرة كتجي صراحة محمرة غزالة فإلى عجبكم الفيديو لا تنسوني شمال لايك وتعليق وصفة اليوم هي من الوصفات العريقة من الحلويات التقليدية دي الزمن الجميل هي غريبة المسفيوية صراحة غنية عن تعريف لديدة بزاف وشيشة مقادير بسيطة وقد حط كمية كثيرة ولديدة بزاف بصراحة انا من عشاق الحلويات التقليدية الاصيلة واللي كيعجبو هاد نوع من الحلويات يجرب هادي اكيد غدي تنال استحسنكم وغدي تعجبكم اكيد كنتمنى تجربوها وتردو عليها بقوا معايا نشوفو المقادير وطريقة التحضير بسم الله بالنسبة لمقادير عدنا كاس ديال الزيت كاس ديال الكوك ارقيق مية الدم كاس ديال السكار جوج بيضات مياه وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة رشيشة ديال الملح ساشي ديال فانيلا وخمارة ثمانية جرام انا درتها بحدود ديال 12 جرام والدقيق اعبرت هنا 600 جرام وغنشوفو مهم بقوا معايا في فيديو باش شوفو بالطبط شحال دخلي ديال الدقيق والدقيق كيبقى على حسب الخالطين هنا لبنات خديت ايناء او قسرية وضعت فيه ديال الزبدة ديالي مع رشيشة الملح وضفت هاد كاس ديال السكار والفانيليا وكن حاول نخدم مزيان وضعت العناصر مع بعضها باش جانس ليه ويدوب ديك السكار في الزبدة هنا اخواتي ضفت ديك الكاسدية الزيت وغنخلط مزيان باش الدوب عندنا الزبدة وما تبقى ليش الزبدة اطريفات وهنا نضيف دوك جوج بيضات وكذلك نعاود نخلط مزيان مزيان اهم حاجة البنات ديك السكار خاصوه يدوب مع العناصر يعني مبقى شاك محبب نخلطه مزيان حتى يدو بنا ديك السكار يعني فاش نقون دووزو يدينا البنات ولا نحكو يدينا مع القصعال تحت نلقاوش السكار يعني ما نحسوش بالسكار ديك الحبيبات ديك السكار باقين هاتي خطوه مهمة من بعد غادي نضيف ديك الكاسد ديك الكوك حاولو تختاروا البنات الكوك النوعية الجيدة ديك الكوك كيكون مزيان هادك مزيان يعني يكون رقيق ماشي هادك اللي كيكون ناش في صفر ونخلطوه مزيان مع العناصر هنا البنات را عندي ستمية جرام ديالتقيق وغنشوفو في الفيديو وش حلقة ياخدلي وش يعني نزيد ولا نلقاس ولا مهم كل شي غتشوفو في الفيديو ان شاء الله وكان نضيف ديك الخمارة ديالي مهم انا درت تقريبا هاتي 12 جرام وممكن ديرو غي 8 جرام الدقيق ضروري البنات نضيفو غير بالتدريش شوية 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 حيط ربما نخويوه ذوفعة واحدة غيقصح لنا اللهم انتحكمو فيها كل اللهم يبقى لنا شايط ولا نضيعو العجين شتوى البنات ستمية جرام كلها دخلات انا عبرت هنا ستمية جرام وغادي نبقى نخلط العناصر ديالي كيف كتشوفو في في الفيديو كي بلي الخالط ما زال خفيف يعني الى خدمتها هكا دخلت هالفران راه غادي تسيحلي وانتو مالبنات غادي تشوفو هانتو ماشتيش حال خفيف سبعي كيدخال هالسيت كاس آخر ديال دقيق وهنشوفو عوتانيش حال غايدخل منو ان شاء الله ما خسهش تكون قاسحة ما خسهش تكون خفيفة الى قاسحة راه غادي جي كيف مهم بحلة معجنة و الى خفيفة بسفرة غادي تسيحلينا فلاطة شخص و الانتو مالية و كيف أتقلت 600غ و أزدت عليها نسكس بالضبط و هنا اخواتي كنشكل العجين ديالي يوغيرات تقدروا تستعملوا الميزان فى حدود 25غ المهم غريبة البنات كل واحدة وكيف كيف تبغيها كبيرا انا اليوم السرة حضرتها مهم الحجم متوسط ماشي كبيرا أو تانيوم ماشي صغير و رقع انتهنا واحد شوية ديالنسكا في دوبتو قطرات قليلة ديالما و أزدت عليهم بيضاء خلطتهم جيد وطربتهم جيد وغادي ندهن دوك الوحدات ديالي دوك غريبة ديالي حاولو الدهن من اللوجة والجوانب غيمن اللي احسن تفادوا البنات باش ما يهبطش ليكم اللي بزاف طاوة باش ما يلصق لكمش الحلوة ديالكم غادي نستمر هاكاك بنفس العملية كندهن حتا نساليقاع غريبة ديالي ومن بعد اخواتي اخديت حبات ديال اللوز وطاقيتهم في هاديك غريبة يعني وضغطت غي واحد ضغطها خفيفة ماشي ما ضغطش بزاف مهم ومن بعد بدرت دهن خفيفة ديال اللوز فوق اللوز غيباش يتبتلي وما يطحليش صافي اخواتي هنا بعد اما كملت دخلت طاوة ديالي لفران احطيتها في الوسط النار من لفوق ومن لتحت على 180 دراجة شوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد اما قديتها في بلاتو كتجي رائعة البنات يعني دوازتي خفيف من حلوية الزمن الجميل يعني فاش ناكلوها كانت تفكروا الامهات ديالنا وجداتنا نضايحفظهم لنا ويطول في عمرهم صراحة انا بنيسبة ليال حلوية التقليدية لا يعلى عليها صراحة انا كنفضط لها بسافع لها الشي ديالبريستيج واني كتحسوا بالنكهة واللدة وشتوى البنات هنا هنا تعمت نقسم معكم واحدة هي كان شي من بره مقرمشة ولكن من الداخل مرملة وشيشة كانتمنى البنات هاد هاد الوصفة تنالستيحسانكم وتعجبكم وتجربوها وتصفتوا لي تطبيقات ديالكم في الانستاغرام كيف ما صفتوا لي الوصفات السابقة شكرا للتقيقات ديالكم اشتركوا في القناة